بالنسبة للسؤال الذي يليه عندي وسوسة في الصلاة ماذا أفعل؟ قوله بالله التوفيق بالنسبة للوسوسة في الصلاة علاجها بسيط جدا ألا نفعل مقتضى الوسوسة بس هذا هو العلاج البطولة للموسوس أنه لا يستجيب للوسوسة لا تستجيب لها أبدا أبدا اللي يعينك على عدم الاستجابة للوسوسة أو يعينك على عدم الاستجابة للوسوسة أن نعلم أنها وسوسة من الشيطان إن الشيطان لكم عدون فاتخذه عدو هيقبرك بخير وبيحاول يصعب عليك العبادة أو بيحاول يصعب عليك العبادة علشان تشق عليك العبادة فتبعد عنها أو تبعد عنها فالعلاج أنه ما استجيبش للوسوسة الله غفور رحيم سبحانه وتعالى يخوفك ده الصلاة تبقى بطلة يقولك أنت الوضوء باطل أنت ما غسلتش الوجه أنت ما ركعتش ما سبحتش لم تقل لا تستجيب للوسوسة مطلقا وكأن هذه الوسوسة لم تجري على خطرك يبقى نحفظ على أسكار الصباح أسكار النوم في أوقاتها وبخشوع ونحسن التعلق بالله سبحانه وتعالى ونلجأ إلى الله بالدعاء اللهم مبعد عني نزغات الشيطان ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وكلما وسوسان لا نستجيب وإذا أتى في الصلاة نستعيذ بالله وندفل عن يسارنا ثلاثا ونكمل الصلاة ولنتعامل مع الوسوسة مطلقا بعض الناس بيحاول يرد الوسوسة في ذهنه لا حتى دي ما تعملها كأن شيئا لم يكن فيخنس من ذكر الله وحين يجد أن الوسوسة لا أثر لها خلاص يبقى الباب ده عرف أنه مش نافع بيحاول يتدور على باب آخر ويدحر بفضل الله سبحانه وتعالى ببركة الإيمان وببركة التقوى إن كيد الشيطاني كان ضعيفا تستطيع أن ترد كيد الشيطان هذا من كيد الشيطان فلا تستجب هذا علاجها ببساطة شديدة